تواصل البعثة الطبية المصري بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن وأوضحت البعثة الطبية أنه تم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية إلى 9180 حاجا في إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على الحجاج بالمستشفى السعودية كان اللقاء بين الفريق الطبي للبعثة المصرية ومسؤول مستشفى النور بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة للحجاج المصريين والقيام بجولة ميدانية داخل أقسام المستشفى التي يتواجد بها الحجاج المصريين للإطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية ونحن نواجه الشكر للسلطات السعودية والقائمين على المنظومة للتعاون المسمر والجهد المشترك وده واضح جدا وملموس لجميع الحالات الموجودة بالمستشفيات حوالي 12 حالة في التسع المستشفيات بيتم متابعتهم بصفة دورية وبصفة مستمرة وجميع الحالات الحمد لله في مطمئنة وفي حالة استقرار وبنتمحهم لحين الخروج بإذن الله وتأدية المناسك إن شاء الله بإذن الله الحالات كلها حالات مستقرة وبتقدم لها الخدمة الطبية على أكمل وجه والحمد لله في تحسن وبإذن الله يقوموا بالسلامة ويحضروا وقفوا في طرفات إن شاء الله كافة الخدمات الإلاجية المجودة تقدم على مدار السعب المستشفيات السعودية لضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين عندنا أربع حالات محجوزة في المستشفى غير حالات ترد على التوارق فيه ثلاث حالات رجال وحالة سيدة الحالة الرجال دي حالة حروق في القدم والسيدة حالة كانت داخلت رف الوعي الحمد لله حالتها مستقرة وفي حالتين تاني رجال الحمد لله الأمور بتبقى مستقرة وتحت المتابعة الطبية سواء من الجانب السعودي أو الجانب الطبي من البعثة الطبية المصرية سأبل كل حالات وبالذات في طورق الحاج يعني حالات زي جدا الحروق كافة أنواع الحروق سواء حروق لهبية أو حروق نارية أو أي أنواع من الحروق وحالات الحوادث برضو اللي محتاجة ترميم فيها فقد جلد فيها أي مشاكل ودي بتتحول لنا من الأقسام التانية أقسام العزام والقراحة العامة انتباعات إيجابية انتبهت الحقاق المصريين المرضى بالمستشفية السعودية لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والباسات الطبية المصرية والله المبسوط والله المبسوط لأني ما قسرتوش ما قسرتوش قد أديت أعملكم على أكمل وجه وفورة زيادة معك دكتوري شامزكي نائب رئيس البعثة الطبية وبنطمنك على الستة الوالدة حسنية وهي في عنينة وفي عنين كل الناس وهي معك على تلفون هي عشان تتطمن عليها أيها يا شريف الحمد لله يا حبيبي الحمد لله يا حبيبي طبعا أنت على الوالدة وهي في عنينة إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله هتقضي المناسك إن شاء الله وترجع معنا بإذن الله بالسلام إن شاء الله خدمات علاجية ممتازة وكل حاجة والله وعلى على مستوى بصراح والله يا ناس والله ربنا خليك يا ربنا خليك يا رب ما حرمش منكم يا ربنا بتحرمنا منكم أنا سعيد جدا بشوفكم بشوفتكم كلكم خدمات علاجية ذات جودة عالية تقدم للحجاج المصريين من قبل السلطات السعودية بالتنسيك مع البعثة الطبية المصرية فالكل يعمل في منظومة واحدة تحت شعار خدمة الحجيج شرف لنا محمد حلمي التلفزيون المصري